ماذا تريدنا نفعل؟ انت عاوزنا نعمل ايه يعني؟ ايه التروس؟ عايز ايه يعني؟ قالوا والله تعال سفينتي تعال سفينتي ونشوف والله احنا نقدر نروح البيت ازاي؟ فهنا كابتن سمولت هنا سفينتك انا معنا عارف انت ما عندكش سفينة سفينت انت كمان عندك حاجة تقولها عندك حاجة تقولها تعالي يا حبيبي عندي في الفورت انا مش اروح لك السفينة اللي عاوزني يجيلي يجيلي انا مبروحش لحد لا يا حبيبي السلام عليكم على طلاب ورحياته اهلا بكم دفع تورة سنة 2029 في فيديو القصة انا تتكلم على جزيلة الكنز شرحنا منها ست فصول ترمية اول هنبدأ بقى في ترمية التانية من اول يا ترى ايه اللي حصل لما جيم قابل بنجن تعال مع بعض بالمرة هنبقى وإحنا بنقرى التكست هنشرحها بحيث انت تبقى فاهم وفي نفس الوقت حافظ الفوكاب الجديدة ومعنا برضو بطلب زوم الشباب الجمال بتوعنا يلا مع بعض بيبدأ معايا انا هبقى ركز معايا بقى على الكلمة مصدر الجديدة او الكلمة اللي تحس ان هي ان هي غريبة على شوية خلاص عشان اه تحفظها وتعرف تعبر انت باسلوبك في الستوري لان الستوري بتاعتنا بتيجي يا شباب يعني تفكير تفكير ايه تفكير نجد يعني انت ممكن تقول حاجة اه انت ممكن تقول حاجة خلاص وزميلك يقول حاجة واللي اجابتين دول ايه بقى صح اوكي طيب مستر الوقت جيم هو بيجري في الايلاند كده قابل بنجن يا ترى لما قابله ايه اللي حصل بص يا سي اول حاجة بقولك كنت باتمشى معاك كده يبقى يبقى جيم وهو بعد ما قابل بنجن وهو ما نتنين بيتكلموا بقى وده بنجن بيحكيله فبصوا كده لقى الفورت اللي هو الحصن نحفظ بقى الفورت اللي هو الحصن اللي فيه دكتور ليفزي وتريلوني والشيلا كلها اللي بستخباجه هو الفورت بس طبعا لحد وقت الجيم وبينجن نعرفوش مين اللي جوه هو بص لقى فيه حصن الحصن ده مصار محصري بفنس كده بصور خلاص صور خشبي كده والحصن ده بقى حصن معمول كويس جدا ضد بقى ايه الجنز والكلام ده كله طيب فبقول لك فهنا بقى بنجنب له اصدقائك شكلهم جوه يا جيم فلح قال له ايه بقى ممكن يبقى هما البايرتس مش اصدقائي ولا حاجة مين اللي قالك قال له نو 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 بص على الفلاج على العلم العلم ده يعني الناس كويس اللي جوه عالم كويس عالم انجلترا عالم ابيض عالم جميل لك مش تاني عالم عالم الموت عالمة الكراصنة فلا ده عالم بص على العالم اللي موجود فيه الفورت الفورت ده اتعمل مين بوسط فلنت اللي انا حكيتلك عنه كان رجل كليفرمان وما كانش وزنت افرايتند ما كانش بيخاف من اي حد معادة سيلفر اللي معاكوا على الجزيرة ده بصراحة رجل ايه سيلفر ده كلنا بترعب منه اوه طب وبعدين طب يلا يا ابن جنب طالما انت متأكد ان اصدقائي اللي جوه يلا بينا ندخل على الفورت قال له لا انا مبسكش في اي حد يا عم شاكت بتقول اصدقائي اللي جوه ما تيجي معاي قال له لا لا انت عارف هتلاقييني فين ولحد هنا وقف بكرة ان شاء الله نتقابل في المكان انت عارف هتدور عليها وتلاقييني فين مع السلامة يا جيم خش انت الاصدقائك فجيم هنا بيقول لي فالجنب بيرد عليه بيقول لي تعالى ولقيني بكرة مع السلامة جيم روح انت ماشي فجيم بيقولك ايه قبل ما ادخل الفورت هنا سمعت صوت بوم 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 اتطريت ان انا هايد يعني ايه استخبه عشان مادربش على طول او ات ازي من الاشجار حيث انا منتظر في الاشجار اي كود ناو سي ده هسبونيليا اوه قدرت اشوف سفينة هسبونيليا الله هسبونيلا ده كمان ده كمان فيه عالم مرفرف كده فوق السفينة بس العالم ده بتاع البايرتس اوه عالم الكراسينة كده الكراسينة سيطروا على ايه سيطروا على السفينة طب ومعدين رح تمنا ديت رح الباب اتفتح دكتور ليفزي دخلنا جوا الفورت خش بسرعة جيم ومرة واحدة بيقول له ايه بقول له بص يعني ايه حصن احفظ فقال له خلاص الحصن ده شكله كده أصدقائك كده فقال له ممكن يقول بالصدقائك كده الفلاك العالم ده بيدول ان فيه جود من جوه ناس كويسة طب خلاص طالما هم أصدقائي طب يلا يا بنجن ادخل معايا قال له نو نا ايه حصن ايه حصن انا مموسكش في حد خش انت يا جيم وانت عارف هتلاقييني فين وانت امترك من ما اقلبتك افتكر اللي انا قلت هو لك اني يو كان فايند ميت سومورو ممكن تلايني بكرة ونتقبل بقى مع بعض مع السلامة خش انت يا جيم جيم قبل ما يخش سمع ضرب النار قال لك انا هستخبى فين في التريز عشان ما يتأزيش حد ما ضرب النار هيدي شوية هو في الاشجار كده بص لقى سفينة سبونيا وعليها عالم مرافر في العالم ده عالم مين البيوتس عالم الكراصنة طب وبعدين يعمل ايه يا سيد محمد قال لك بس كده الكراصنة سيطرة على السفينة راح منادي راح الدور الباب اتفتح وراح دكتور ليفز هنا ده بخش بسرعة جيم ودخل جوه الحسن فاهمين لحدنا ماشي نكمل عدتوا قولت احكي القصة بقى خلاص وحكيت قصتي مهم الرياح بدأ اتهب جوه الفورت في ضرب النار برا اه هنا بقى هنا بقى كل بقى ما لابسنا والفود والطعام بتاعنا وايز وعنينا وكل حاجة كان فيه فاير نار ولكن يعني ايه بقى وعدنا كلنا كف انكوح ايه بقى راح هبت علينا على دوبنا و لابسنا والاكل والكلام ده كله وإحنا طبعا كان فيه مولعين نار وبتاعنا ماشي عالفيه مهم الاوضة كلها اتملت ايه الحسنة كله اتملأ ايه سموك دخان وعدنا كلنا كف جاء ننكوح طيب كابتن سمولت هنا قالنا بقول لكم يا شباب احنا نازم نعمل بلان نازم نعمل خطة انا هوزع لكم بعض الوظائف كل واحد هيقوم بالجاب بتاعته بوظيفته على اكمل وجه عشان خاطر نقدر نحمي نفسنا من البايلتز انا متأكد ان احنا احنا هنفوز احنا اللي هنفوز رغم انه هم اكتر ولكن احنا جوا فورت جوا حسن طيب فبدأ يوزع المهام بقى كابتن سمولت هنا قائد بدأ يوزع المهام علينا فبيقول ايه يا سيدي بقى فهنا بيبدأ بقى ناس هتعمل الكوك كوك فود خلاص وانا اطلب مني انا احمق الباب كلنا يعني كنا بيزي وكان اليوم ساعتك خلالنا نشعر بحنا احسن يعني شوية خلاص راجل جودمان دكتور ليبزي بقى كده بيقول طب ايه رايك في بين جون هل هو كويس يا جيم is he a good man قال له والله انا ما عرفش عن يا دكتور والله I think he is a little crazy انا اعطاك ان هو مجنون شوية يعني فدكتور ليبزي بيقوله مهام طبيعي واحد قاعد ثلاث سنين على الجزيرة الون لوحده اكيد لازم يتجند يعني ف did you say that he wanted some food هو انت مش انت وطيه ان هو لما قابلك وطيه ان هو كان عايز يأكل فقال له I have brought some cheese كنت جايب شوية تجبنا معي me on this journey في الرحلة دي let's give it to bingon تعالى يلا هنديها المين ماشي جينا بالليل الرجالة بيتكلموا اقول له يا جماعة والله الاكل اللي عندنا اللي احنا بنمتلكه little food طعام قليل جدا فاحنا نأمل ان يسيبوا الجزيرة وياخدوا بقى السفينة بتاعتهم ويمشوا ياخدوا السفينة ويمشوا فالدكتور هنا بيقول ان هما هيبقوا مرضى لهم اناموا برا في الطل كده هما هيمرضوا فمفروض ان هم مش اقدروا يكملوا ولكن لهم غدروا ممكن انتظر لاي حد ييجي يساعدنا هم خالوا ياخدوا السفينة ويمشوا مهم ينمت في اليوم ده كويس تاني يوم بقى معلم انا صحي بقول ايه بقى سمينا تشخصه بما بيقول ايه المهم عادت احكي قلت لهم انا قابلت بانجنه وقالي طب بانجنه انا شبت لك انا عايز اكل اه طب انا نديره شوية جيبنا بعد احنا بحكينا نمت صحيت على واحد مننا عمال يقول ايه القراصينة جاية ومعاهم عالم ابيض الفلاج اللي معاهم ده العالم ده شكلهم طلبين حاجة العالم بتاعهم ده مسالم هنا فبقولهم ايه العالم اللي ابيض ده يعني هم مش عايزين يحاربوا انظر ده مين اللي جاي عايز تروس يعني ايه يعني هدنة عايز هدنة فسيلفر جاي ومعا واحد تاني خلاص ومعا عالم ابيض بيرف رف كده فالرجل بقولهم انظروا بعض الكراصينة جايين ومعاهم شكلهم طلبين مين طلبين تروس هدنة فسيلفر هنا بيكلم مين بقى بيكلم الكابتن كان صباح كان اليوم ده كان الدنيا بردة شوية ورغم ان هو كان صني يعني ولكن كان فيه يعني ضباب قليل يدوب شايفين بس دماغ سيلفر والكورصان الي معا كابتن بيقول الناس بقى كده كل واحد ايه رجع تاني الفورت بتاعه كل واحد يبقى مكانه الكلام ده ممكن يبقى خدعة ممكن يكون بيخدعنا بصوا في الكورنرز كلها في الزوايا شوفوا حد جاي من هنا حد جاي من هنا فوزع لهم المهام على الزوايا بتاعتهم بتاعت الحسن مهم فبيقول هنا ايه رح منادي على سيلفر تلعص انت عايز يا سيلفر جاي عايز ايه انا عايز هدنه الكابتن سمولت قلنا كل واحد يقلي على الهروة بالطبع وراقبو سيلفر بحرص عشان انا خايف كده ان يكون عاملي خدعة هو الي عاوز هدنه دي ايه المهم بعد كده رح منادي على ميين منادي على سيلفر What do you want us to do إنت عاوزنا نعمل إيه التروس عايز إيه يعني قال والله come to my ship تعال سفينتي and we can talk about how to get home تعال سفينتي ونشوف والله نقدر نروح البيت إزاي فهنا كابتن سمولت هنا choked at southern سفينتك I didn't know you had a ship here فراح أرد علي the crew chose me to be their captain after you left the ship والله مشت قال لي سبت السفينة الكرو طعم السفينة هو اللي تشوزمي اخترني إن أنا بقى كابتن السفينة ماشي بعد كده قالك if you have something to say لو عندك حاجة تقولها you can come into the fort تعالي يا حبيبي عندي في الفورد أنا مش روح لك السفينة اللي عاوزني يجيلي يجيلي أنا ما بروحش لحد لا يا حبيبي I didn't know you had a ship أنا ما عرفش إنك عندك سفينة قال أصلا فراح أرد علي لهم ما أنت تعرفش إن عندي سفينة بعد حق بعد ما حضرتك سد السفينة الطقم الكروه هو اللي تشوزمي اخترني يا محمد السمي فهمين فمعليا عبد الرحمن صارى تمام طيب حلوة يبقى سيلفر هنا جاي والرجل اللي معاه جايين عاوزين ايه? ها? عاوزين كلمة احفظوها. تروس. تروس يعني ايه? هدنة. جايين ومعاهم ايه? ها? عايزين ايه? عايزين هدنة. اه. يبقى هو. مين اللي اتلع لهم? الكابتن مين? كابتن اسمولت. اه كابتن اسمولت بقى قال لك بس شكلها كده يعني ايه? يعني خدعة كله. كل واحد يبقى في الفورت في الحصن بتاعه عشان شكل الموضوع هنا فيه فيه كده كده. رأبوه كويس. ايه يا سيلفر? عاوز ايه? انا عايز هدنة. الهدنة. انت عاوزنا نعمل ايه? يعني ايه? يعني عايز هدنة. قال له احنا عايزين نروح احنا الاتنين جيت هوم. نروح كلنا كده بامان. قال له يعني عاوزنا نعمل. قال له come to my ship. تعال سفينتي. يا كابتن اسمولت. خلاص. ونشوف ازاي هنروح بامان. قال له. your ship? سفينتك? I didn't know you had a ship. انا لا اعتقد انك عندك سفينة اصلا. جبت من ايه السفينة دي? قال له well حسنا. the crew chose me. الطاقم بتاع السفينة اختارني to be their كابتن. انا بقى الكابتن بتاعهم. افتري. هو هاد ليفت بعد ما حضرتك مشيته سبتها وتخليت عن السفينة. فانا كابتن السفينة. تعالي. قال له لا يا حبيبي اللي عاوزنا يجيلي يجيلي. انا مبروحش الحم. تعالي في الفورد. قال له باشي باشي اجيلك في الفورد. راح سلفر هنا بقى يا باشي قلبه جامد. وراح نقطت فيهن من على الفينس جده. خلاص السور اللي هو الخشبي ده البسيط ده. ومعدي وراجل اللي معاه حتى كان مش عايز يمسكه ويرجعه يا عام راح فينا سلفر. ولكن داخل بقى هيخش على كابتن اسمولت فيه جوه الفورد. وبعدين. بعد ما يتصلك وداخل الفينس. قال له it's cold morning. جدنيا برد. can't I come inside. سلفر بايبي ايسا بوله ايه. وانا ماندرج ادخل جوه. it's a cold morning. فبوله ايه. والله if you were an honest man. لو انت شخص امين. you could come inside. تقدر تدخل عادي. ها. ولا انت تقدر حضرك بوله اينا. تقدر انت اه 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 اعرفني بس. you are my chips cook. هو انت طبخ السفينة وهو هو اي لوكت افتر المفروض ان انا اعتني بيه ولا كابتن سيلفر ولا البايرت الكورسان وانت مين بالزبط ما هو انت لو راجل ادخلت جوه عندي في الفورد لكن هو افنتكلم هنا الوادي قاعدة يا سيدي على لسان ده وعلى الرملة ايه ده ده الواد جيم كمان جوب وهو في الفورد زك اده جيم ايش امورني عاوز ايه او استاذ سيلفر كابتن سيلفر انت كابتن ولا بايرت ولا الكوك خليك قونست كده امين مهم قال له you have got a nice place here اه ده جيم if you have anything to say say it now احنا عايزين الترجر من اخر عايزين الكنز and we are going to find it وحنا هلقيه however i think you are all you all want to leave the island and you have the map وانتو معاكم الخريطة don't you اليس اكد ذلك فقال له perhaps ربما طبعا هنا هم عارفين هم معا الخريط طبعا I know you have it لا يا حبيبي سيلفر بقول له انا متأكد اني معاكم الخريطة خلاص we don't want to hurt you واحنا مش عاوزين نأذيكم give us the map ادونا الخريطة then we will take you home وانذا الشيء يعني كان نلوحكوا معانا على بيتكم بالسفينة دينا الخريطة we will take you somewhere safe هناخدكم اي مكان حتى امن if you prefer لو انتو عاوزين يعني we will leave you some supplies and you can stay on the island والله قدامكم حال سيلفر باب يقول له قل له بص انتو دونا الماب احنا عاوزين انت عاوزين يعمل حق يبقى هم لما قعدوا كده what do you want عاوزين يا سيلفر قال له we want treasure عاوزين الترجر الكنز ايو 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 احنا ملا بالكنز قال له you have the map انتو معاكم الخريطة give us the map ادونا الخريطة واحنا هنوديكم الhome safely احنا روحكم لحد البيت بامان او نسيبكم في مكان safe في مكان اامن if you prefer زي ما تفضلوا يعني او نسيب لكم هنا supplies شوية ميوان وشوية اكل وشرب وكلام ده ونبعث لكم مساعد ادي كده اخدوكم لو انتو مش ضمنين وإحنا مش في الطريق وده اللي عندي then we ask another ship to come and take your home it's a kind of اعتقد ان ده عرض كويس and I hope you all want to take it اتمنى ان تكلوك تاخدو العرض he said this last part loudly so لذلك that we could all hear in the fort is that you can offer هو ده لعندك ينضر عرض بذلك او 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 يبا بولو كده او قلو فكاتل اسمولي بيقولو ايه هو ده لعندك ده العرض المميز بتاعي ده العرض اللطيف والجميل او 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 هو ده لعندك او او هو ده العرض بتاعك قالو قالو طب لو ما قبلتش العرض قالو لا او كل اللي هتسمعه من هنا ورايه هو صوت بنادقنا صوت المسدسات كل يوم ما باشا يعني انت ميت ميتها خايا فبالراحة كده هتو الخريطة ونروحكم بأمان ده تهديد واضح وصريح سمعني بقى يا حبيب قلبي لو انت جيته الفورت تاني واحد تلو الاخر بدون اي مسدسات هتوجهوا مشاكل كتير جدا مش هتلاقوا كنز اصلا ما عندكوش الجالة كافية هتو سيل ده شب نوما يبحروا بيقس فينا مش هارفت هجمونا واحنا جوا الفورت فسيلفر هنا بيبص كده غضب ده مش هينتهي كويس انت اللي اختارت يا باشا لينا كلنا وفي ايني اوف يو ليكم كلكم رجع تاني بقى والكابتن سمولت هنا مش هلما رجع لبتاع الله ده انا كده خليته يغضب ده كده المعلم هيرجع لي تاني بعد ساعة ومش هسمى علينا اجهاز وارجالة طب نعمل يا كابتن سمولت ما انت رفضت العرب قالك ايه جزء عشان كده سيلفر رجع لنا كمان ساعة ويه بالبلد كده هيحط علينا طب ايه الحل قالك بص واحد في الشارع ده ده يوزعهم بقى يستعرفها الاسماء تعالي نشوف كل واحد ايه الميزة اللي مديانهم انه هو بخليه بيتكلم بجراءة كده خلاص اني بيقولك اني احنا جوا الفورت جوا الحسن فمهما يضرب فينا احنا محميين وفي نفس الوقت بقى نضرب بالمسدس من جوا الحسن فنعرف ايه فالحسن هنا مثلا زي مخرمين منه كده ايه حسن خشب ضخم جدا خلاص ويضرب بالبنادي من جوا الحسن واقوم استخبه جوا الحسن فوالله احنا معنا ميزة ان احنا جوا الايه جوا الحسن فدي الميزة اللي تخليناه ان شاء الله ان احنا الجزء يا شباب عشان هما راجعين كمان ساعة ده كده تعالي نشوف الا اسئلة اللي ممكن تيجي علي ايه الرجال اللي معايا الناس البنات اللي معايا فاهمين يلا مع بعض ايه ري عليها يلا ها اللي تعتقد كابتن سموليت يعني بيرفع دي كان بيرفع الفلاج عشان ايه يعني يعني هو كان رفع الفلاج بدري ليه جدا تعالى صارة ترد عليه لا اه ده انا مش بتكلم على على سيلفر بتكلم على كابتن سمولد مش هما دخلوا جوه وسيطروا على الحسن وراحوا رفعين على منجلترا قولي ممكن عشان يقول سيطروا على الفورت عشان يقولوا ان هما كلهم قوة الفورت كلها ماشي تمام لتعالى انه سيطر على الفورت ليه تعتقد ان بين جان مرضيش يدخل قوة او بين جان مرضيش كان شخصا حريص سيقول انه لم يعرف شي فهو مش عارف مين اللقوة هو لم يعرف if he could trust هل هو يستطيع ان يسك في the people inside نسل جوه او لا ها يلا يا علياء why بسيطروا على الجزيرة لانه عاش الون انه عاش على الجزيرة الواحده مدى ثلاث سنين فدا طبيعي اذا دعونك كيف تعتقد ان جيم اذا دعونك في تعتقد ان سيطروا السفينة وقام بيقولك هنا كيف تعتقد ان جيم عرف ان سيطروا على السفينة لما شف ايه قولها بطريقتك لما شاف على من القراصينة على السفينة يلا عبد الرحمن طمام ليضا اعتقد ان الجيم والمن وش بيتمنوا جيم والرجالة المعان القراصينة يمشوا بالسفينة يتعدون يعتقدون وكانهم يتعدين يتعدون 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 نسعده من بره. ها. كمل اياه. كمل اياه. عالياه. اه. يعني هدنة سيلفر. ازبوري علي بس. ازبوري علي. ازبوري علي. يعني هدنة سيلفر. لها عرضين. وتهديد. وتوير دي. يلا سورة. ايه هم العرضين والتهديد ده? ها. اه. يروحهم البيت. او اي مكان امن. او ده يجيبهم الخريطة. ها. او. او يعودوا عندهم يسيب لهم المنون بس وينتظروا المساعدة يعني ياخدكم البيت يتسير زي ما انتوا دي كل الحاجات بدعيكم وانتظروا اي حد يجي ساعدكم يبدأ ده جدل طيب العرضين الكويسين خلاص ولكن ايه هو التهديد اه يعني ايه يعني التهديد بتاعه كان اصوات البنادة سيلفر وود فايد ديم ان سيلفر ايه اللي هيحصل لهم هيحربهم فاهمين يا ولاد اه ماشي يلا ايمان وايت فلاج ليه تعتقد يا عبد الرحمن ان سيلفر جيه ومعاه الوايت فلاج العلم الابيض اه عشان يقول لهم اني to show that عشان يبين they wanted a truth ان هما عايزين truth قولنا truth يعني هدنا بقولوا if you wear captain اسمولت لو انت ما كانت captain اسمولت would you accept the truth هتابل الهدنا دي تقولوا i wouldn't accept it as silver لان سيلفر wanted to deceive them اه لان سيلفر كان عاوز يعمل ايه يخدعهم فمش يضحك عليهم يلا يا سارا اه تعتقد يا في عمل يا سارا ان هو كان عاوز truth اه اه عاوز truth لان كلها بالنسبة له مصلحة ان هو عايز بس الماب يسيبهم هو عايز خريطة والكنز ويمشي فمش فارق معاه قوي خلاص ان هما اه طب ممكن واحد يقول لك والله انا لا اعتقد ذلك اه 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 اعتقد ان هو he wanted to kill them يخدعهم يقتلهم صحة برضو يعني ده اعتقاضك يعني question number 10 بيقول لي captain اسمولت killed the two birds with one stone يعني captain اسمولت تضرب عصفرين بحجره when he gave everyone in the fort a job ادانه وظيفة to do لما ايه ده كل واحد وظيفة او الزموا بمهمة ان يعملها جوه الفورت فهنا ابيقول لك اشرح لي بكلام ده اكسفلين اشرح لي تقول لي والله the expressions means ده معناه انه to do two things at the same time من عمل حاكتين في نفس الوقت في هذا الموقف he kept everyone busy يخلى كل واحد busy to make them feel better يعني لما لقيك مشغول بد ان تبقى قاعد الان يا طرح يقول يا يضربوني لا يبقى شغلك بحاجة and he also get some jobs done وكمان خلى بعض الوظيف ايه المهام ان هي ان يبدأ ينفزها خلاص فكده ضرب عصفرين بايه بحاجة طيب صار اشتركوا يعني ايه ايه القائد القائد فيقولينا ايه اشرح لي الكلام ده قال لك والله تبدأ تقول لي عبر رحمن ادري سيطر على اه ناسه ورجالته عمل لهم خطة كويسة عشان يقدر انه هو يهزم القراصنة كده خلص احنا هيكون اعجابكم الفيديو لايك وشير وسبسكراب القناة شوفكم مع خير في احنا اسا هنسجل تابتر ايد تاني سوف الفيديو ده هنزل على مرتين ان شاء الله شوفكم مع خير مع السلام